السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اليوم جبت لكم أحد الوصفة اللي هي وصفة صراحة وصفة سحرية بالنسبة لإزالة تشققات القدمين وتوريد القدمين بشكل جميل جدا بالنسبة لهذه الوصفة كتكون لنا من ثلاثة مكونات أساسية وحد ثلاثة المكونات اللي هما أساسين في هذه الوصفة والمكوّل الأساسي فازلين عدنا فازلين وعدنا أحمر الشيفاء وعدنا زيت الجليسيرين كيف ما كتشوفو بأن فازلين كيقوم بترطيب الجلد بالشكل اللي هو شكل رهيب جدا أما بالنسبة لأحمر الشيفاء كنستعملوه في هاد الوصفة باش يعطينا اللون والترطيب كذلك أنا بالنسبة للغجالب أو أحمر الشيفاء اختاريتو في اللون الوردي بالنسبة لزيت الجليسيرين اللي هي واحد الزيت صارحة لبنات الزيت اللي هي جميلة بزاف كتساعد الجلد من إزالة التشقوقات وترطيب الجلد بشكل رهيب جدا زيت الجليسيرين صارحة زيت اللي هي زوينة وكنستعمله بجميع الوصفات ديالي تقريبا بالنسبة للغجالب هو اختاريتو في اللون الوردي ناخدو واحد الإناء كنضيفو فيه المكوينة الاساسيا باش نقومو بتدويب ديالون كناخدو الفازين للغجالب كنسعملوهم في هاد الإناء وغندلو ليوم حمام مريم باش يدوبوا مع بعضياتهم من اللي كيدوبوا كيعطونا واحد سائل اللي هو سائل زيتي صارحة حسن اللون كيكون اللون اللي هو يكي هيمن على ذاك الفازلين كننصحكم البنات جربوا هاد الوصفة هاد الوصفة الصارحة وصفة سحرية وغد يتعجبكم النتيجة دياله كيف ما كنشوفوه احنا يدوبنا الخاليط كنحصلوا على الخاليط انه كيويلي واحد سائل زيتي بها الطريقة هادي كنقوموا بتحريك كنضيفوا لي واحد المعالقة صغيرة من زيت الجليسيرين زيت الجليسيرين كيساعد هذا الخاليط يعني كيعطيه واحد ترطيب القدمين كنحركوا الخاليط من بعد ما كنضيفو زيت الجليسيرين ويمكن لنا هاد الوصفة هادي يمكن لنا اننا كنستعملوا واحدة في شفيف من بعد ما انا كننحكوا رجيلاتنا بالليل ولا بالنار ولا كنحكوا رجيلاتنا كننشوفوهم زيان يمكن لنا نستعملوا هاد الكريم هادا كيعطيهم واحد اللون اللي هو زوين وفي نفس الوقت كيرطيبهم هادا هو الشكل النهائي ديال الوصفة كتولي الى شكل كريم ممكن لنا نحصفو باب واحد المكان اللي يكون جاف كتكون فيها الرطوبة يعني ما يمكنش اننا نحطوها في احد البلاصة اللي كتكون هي معرضة للشمش تحقاش كيقوم دغيك يدوب كنحصفو باب تلاجة نقدرون نحصفو باب تلاجة نقدرون نحصفو باب تلاجة نقدرون نحصفو باب بعد المكان اللي يكون هواية بعد عن درجة الحرارة كنتمنى الوصفة تكون نالت الاعجاب ديالكم ونتمنى انني نفيدكم وصراحة هاد الوصفة هادي كنتمنى تجربوها وما غد ندموش ما غد تبقوش تقدرو تستغنو الى صراحة هاد الوصفة هي وصفة خطيرة ووصفة سحرية وانا كنسميها الوصفة القنبولة كنتمنى تكون نالت اعجابكم وشكرا على المشاهدة